بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم نرحب بالإخوة والأخوات أجمل ترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك والذي يجمعنا بسماحة العلامة الشيخ الوالد صالح بن فوزان الفوزان أضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء والذي سيجيب مشكورا على سيلتكم واستفسراتكم في هذا اللقاء أهلا ومرحبا بسماحة الشيخ مع الأخوات والأخوات حياكم الله وبارك فيكم هذا السائل يقول أرجو من الشيخ يقف مع الآيات المباركات وما المقصود بالأمانة في قوله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة أي أمانة التكاليف الأوامر والنواهي فمن أداها وأطاع الله فيها فله الجنة ومن عصى الله وخالفها فله النار وهذا عرض تخيير ولهذا قال جل وعلا فأبين أن يحملنا آثرنا السلامة على الغنيمة وحملها الإنسان أي آدم وذريته آثروا الغنيمة على السلامة إنه كان ظلوما جهولا أي جنس الإنسان جنس الإنسان ظلوم جهول وأما من يختاره الله عز وجل من أنبيائه ورسله والمؤمنين فإنهم بريئون من هذا الوصف نعم أحسن الله إليكم الآية الثانية في قوله تبارك وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم هذا في شأن الزوجين العشرة بين الزوجين الله جل وعلا يوصي بالعشرة ويأمر بالعشرة الطيبة بين الزوجين ويقول ولا تنسوا الفضل بينكم أي لا ينسى كل من الزوجين فضل الآخر عليه فيشكر ذلك ويحسن إلى إلى قبيله من الزوجة أو الزوجة نعم أحسن الله إليكم يقول في الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين نعم هذا حديث صحيح رواه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين والفقه المراد به الفهم فهم الأوامر والنواهي ومعرفة ما تدعو إليه وما تأمر به هذا هو الفقه الفقه هو الفهم الفقه في اللغة هو الفهم والمراد به هنا فهم الأحكام الشرعية على ما تدل عليه فمن علامة الخيرية في الإنسان أن يوفقه الله للتفقه في دينه نعم يقول هذا السأل أبو عادل الشيخ أنا في كل صباح أردد وأقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق نعم هذا الورد الورد في الصباح والمساء ومنه هذه الكلمات الطيبة الشهادتان شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله لا كما تقوله النصارى أن عيسى هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة تعالى الله عما يقولون علو كبير نعم بارك الله فيكم يقول هل هذه عبارة هل هذه أثر أو حديث رأس الحكمة مخافة الله هذا على ألسنة الناس وهو معنى له معنى صحيح وأما أنه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا أعلم ذلك نعم فضيلة الشيخ حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له في حياة الإنسان لو وضع شيء من الخير لوالده هل يكفي هذا عن الدعاء لا هذا فيه خير لكن ما يكفي عن الدعاء مع الدعاء يضع شيء لوالده من الوقفية أو من الصدقة الجارية ويدعو له أيضا نعم يقول شيخ صالح بأن عنده في المكتب كتاب تفسير التفاسير فما رأيكم فيه وما الراجح والأفضل في كتب التفاسير في قراءتها للمبتدأ تفسير التفاسير الذي أعرفه أنه كتاب لمعاصر من المعاصرين وأما أفضل التفاسير تفسير الإمام بن جرير وكذلك تفسير الإمام بن كهير وكذلك تفسير التفسير البغوي هذه أحسن التفاسير لأنها على منهج السلف الصالح وتفسير في عصر الحاضر تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله فهو تفسير جيد وحافل بالمعلومات نعم يقول أرجو أن تشرحوا هذا الحديث وعن صحته إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير نعم هذا هذا خبر عن الله ورسوله أنه يصلي وصلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى يصلي على معلم يعني يثني عليهم الذين يعلمون الناس أمور دينهم نعم بارك الله فيكم فقرته الثانية يا شيخ يقول قرأت في الحديث من الناس لو أقسم على الله لا أبره أرجو أن تشرحوا ذلك مع التمثيل هذا في أولياء الله من أولياء الله من يبلغ في درجة الولاية أنه لو أقسم على الله لأبره يعني أوث الله له بيمينه وذلك لفضله عند الله سبحانه وتعالى نعم بارك الله فيكم هذا أبو عبد الله يقول أرجو من الشيخ أن يبين لنا أقسام المعية وقرأت في الآية الكريمة كلا إن معي ربي سيهدين ما معناها أقسام المعية قسمان معية عامة لجميع الخلق ومعناها الإحاطة ومعية خاصة بالمؤمنين ومعناها النصر والتأييد من الله لهم وقول موسى عليه السلام لما قال له قومه إنا لمدركون البحر أمامنا والعدو خلفنا قال موسى عليه السلام كلا أي لا ندرك إن معي ربي سيهدين هذه المعية الخاصة فأوحى الله إليها نضرب بعصاك البحر البحر الهائج يضربه بعصاك عصى موسى عليه السلام فضربه فتجمد وصار طرقا على عدد أسباط بني إسرائيل فخرجوا ولما تكاملوا خارجين دخل فرعون ومن قومه خلفهم دخل فرعون وقومه خلفهم ليبطشوا بهم فلما تكامل فرعون وقومه داخلين أطبقه الله عليهم وأغرقهم أجمعين نعم هناك فرق بين هذه الآية يا شيخ كلا إن معي ربي سيهدين وقول الرسول في الآية إن الله معنا في الغار لا هذا معنى هذه معنية خاصة لرسله وعباده المؤمنين إن الله معنا لما قال له أبو بكر رضي الله عنه وهما في الغار نعم لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأدركنا قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما الله ثالثهما يعني بالنصر والتأييد فلذلك أعمل الله بصائر الكفار فلم يرواهم مع أنهم عند أقدامهم نعم ما زلنا معكم أيها السادة أيها الإخوة والأخوات مع أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج فتاوى نذكر الإخوة والأخوات دائما في هذا البرنامج أنا وزميل الشيخ خالد درميح بأن يكتبوا إلى البرنامج بخط واضح ثم أيضا أن يكتبوا الأسئلة مختصرة كي نتمكن من عرضها على سماحة الشيخ صالح وأيضا تليفون البرنامج سيظهر على الشاشة قريبا لمن أراد الاتصال أو أراد رسالة الرسائل النصية للبرنامج مع شكرنا وتقديرنا لتواصلكم مع البرنامج فضيلة الشيخ هذا سائل يقول من أحب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل هم في المنزلة سواء أحب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان ثم علي الخلفاء الأربعة ثم المهاجرون ثم الأنصار رضي الله عنهم نعم يقول أيهما أولى شيخ وأرجو أن تبينوا وتشرحوا الفرق بين الإسلام والإيمان مع الأدلة من الكتاب والسنة في ذلك الفرق بين الإسلام والإيمان أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله هذا هو الإسلام وأما الإيمان فهو أخص من الإسلام أعلى من الإسلام وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره فالإسلام أعم والإيمان أخص ولهذا لما قالت الأعراب آمنا ادعوا لأنفسهم منزلة لم يصلوا إليها لأنهم في أول إسلامهم قال الله جل وعلا لا تقولوا آمنا ولكن قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم نعم بارك الله فيكم هذا الأخ مقيم في جدة يقول والدي شيخ صالح لم يستطع الحج لفقره وعوزه هل نجمع له تكاليف الحج من إخواني ومن المحسين ليؤدي فريضة الحج أم أن الحج سقط عنه هو لا يجب عليه الحج لأنه لم يستطيع والله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا والسبيل هو الزاد والراحل عن المركوب اللائق به ذهابا وإيابا ولكن إذا أعطي وأعين صار مستطيعا إذا أعطي نفقة الحج وأعين على ذلك صار مستطيعا فيجب عليه حج الفريضة نعم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول الإنسان بعض المرات يصلي الشيخ صالح بغير خشوع هل تجزي هذه الصلاة وأهل يعيد الصلاة لا يعيد الصلاة لأنه صلى أما الخشوع هذا شيء يجعله الله في قلب المسلم ولكن على المسلم أن يحاول إحضار قلبه والإقبال على صلاته وترك الهواجس وما يشغل عن صلاته يحاول هذا والله جل وعلا يعينه ويوفقه نعم بارك الله بارك الله فيكم له فقرة أخيرة يا شيخ صالح يقول بالنسبة للوساوس والخواطر التي تتعلق بذات الله هل يؤاخذ الإنسان عليها في حياته يتركها ويرفضها ويقول ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي أحدكم فيقول حتى ويوسوس له حتى يقول له والعياذ بالله من خلق الله فإذا وصل إلى هذا فليمسك وليقول آمنت بالله وكفرت بالذين من دونه نعم بارك الله فيكم ورد أسئلة أخرى من أحد الإخوة أبو إبراهيم يقول شيخ صلينا إلى غير القبلة ونحن في البر عدة أيام تقارب خمسة عشر يوم وتبين لنا بعد ذلك بأننا انحرفنا إلى غير القبلة هل نعيد ونحن وصلنا إلى الرياض لا تعيد لأنكم صليتم واجتهدتم وصليتم على ما وتوصلتم إليه باجتهادكم وصلاتكم صحيحة قال الله جل وعلا ولله المشرك والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم نعم بالنسبة لختم القرآن في غير رمضان هل يكفي ختمة واحدة في الشهر الشيخ على الأقل ختمة واحدة وكل ما أكثر من ختم القرآن فهو أفضل نعم تقول الأخت هل المرأة في الأجر والثواب مثل الرجل في التكاليف وفي الحسن فلنحيي أنه حياة طيبة ولا نجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فهم سوا في الأجر ولله الحمد نعم جزاكم الله خيرا تقول يا شيخ هل تكفي نية واحدة لصومنا لشهر رمضان أم أن في كل يوم نية هناك نية نية عامة أن يصوم رمضان كاملا وهناك نية خاصة بكل يوم لأن كل يوم عبادة مستقلة صيام كل يوم عبادة مستقلة فينوي قبل طلوع الفجر ينوي الصيام ويمسك عن الطعام والشراب عند طلوع الفجر كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل نعم يا شيخ صالح هذا سائل يقول في يوم بدر الكبرى هل كان الصحابة يرون الملائكة وهي تقاتل معهم لا لا يرون الملائكة 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 ما يراهم الناس لأنهم لا يستطيعون رؤية الملائكة فهم يقاتلون الملائكة هم الذين يقاتلون الناس المسلمون هم الذين يقاتلون والملائكة إنما تعينهم وتثبتهم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به بما أشركوا بالله نعم بارك الله فيكم في الآية الكريمة في اليسورة الكهف ويسألونك عند القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى نعم سألوا المشركون سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين فالله جل وعلا أخبره بشأن ذي القرنين وقصه عليهم قص الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم ما أوحاه الله بشأن ذي القرنين نعم فضيلة الشيخ هذا السائل يقول في الحديث الشريف يعقد الشيطان على رأس أحدكم إذا نام على ناصية على ناصية أحدكم إذا نام ثلاثة عقد عليك ليل طويل فارقد هذه العقد يا شيخ هل هي حسية أم معنوية وأرجو أن تشرح للسادة المشاهدين هذا الحديث هذه معنوية هذه حسية الناس لا يشهون العقد ولا نراها لكنها عقد حسية بمعنى أن الشيطان يثبت الإنسان عن القيام لصلاة الفجر ويقول له أرقد عليك ليل طويل فإذا قام الإنسان وتوضى ذكر الله إذا قام وذكر الله انحلت حقده فإذا توضى انحلت العقدة الثانية فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة فأصبح طيبا نفسي فأصبح طيبا نفسي ومستبشرا بطاعة الله سبحانه وتعالى نعم وإلا أصبح خبيثا نفسي كسلا وإلا إذا لم يصلي ولم يقوم أصبح خبيثا نفسي كسلا عليه العقد الشيطانية نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ من الأسئلة التي وردت يقول هذا السائل الذي يترك ثلاث جمع من غير عذر فلا جمعة له يقول صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع تهاونا حبط عمله صلاة الجمعة فريضة هي فرض اليوم وإذا نودي قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع نعم ما زلنا معكم أيها الإخوة والأخوات مع سئلتكم واستفساراتكم في برنامج فتاوى ضمن الأسئلة التي تريدنا منكم الأخت أم عبد الله تقول الشيخ صالح أختي العام الماضي لم تصم 15 يوم لأجل الامتحانات وتريد أن تصوم الآن هل عليها كفارة لتأخرها أول شيء كيف أن لم تصم من أجل الامتحانات كل الناس يصومون وهم يمتحنون فالامتحان لا يمنع الصيام فهذا غلط تصوم وتمتحن مثل الناس ولكنها أخطأت فعليها القضاء وتبادر بالقضاء تبادر بالقضاء قبل أن يأتي رمضان الجديد نعم وهل عليها كفارة؟ إذا صامت قبل رمضان الجديد فليس عليها شيء نعم بارك الله فيكم صوم الخامس عشر من شعبان فضيلة الشيخ قرأت أحاديث بأن له أفضلية لا ليست صحيحة هذه الأحاديث ولم يرد في ليلة النص من شعبان شيء يدل على فضلها خاصة نعم فلا تصام نعم ترجو منكم يا شيخ أن تقفوا مع حديث تقول وما معناه لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين نعم هذا الشك يوم الشك لا يجوز صيام يوم الشك الذي يصوم يوم الشك قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم كما في الحديث وهو ليلة الثلاثين من شعبان إذا لم يرى الهلال ولم يحل دون رؤيته غيم أو قتر نعم الشيخ صالح الأخت تقول أرجو أن تشرحوا شيخ وتقفوا مع كتاب الطحاوية ومن هو المؤلف كتاب الطحاوية كتاب في العقيدة على عقيدة السلف الصالح وهي عقيدة طيبة وسليمة والمؤلف هو أبو جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله نعم تقول بأختي سألتني لماذا سمي بالحجر الأسود لأنه أسود لأنه أسود وقد ورد أنه حينما نزل أنه أبيض ولكن سودته خطايا بني آدم الله أعلم نعم في الآية الكريمة يا شيخ والسماء رفعها ووضع الميزان رفع الله السماء فوق الأرض ووضع الميزان الذي هو الذي هو العدل وضع الميزان في الأرض الذي هو العدل بين الناس هنا بارك الله فيكم فضيلة الشيخ تقول ما هو الدعاء المأثور عند دخولنا مكة للعمرة ليس فيه دعاء خاص إنما الذي الذي يشرع لكم التلبية تدخلوا ملبين نعم جزاكم الله خير أخيرا تقول شيخ في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر معونة من يشتري بئر معونة معونة فقال أحد الصحابة وهو عثمان أنا أشتريه فقال لك الجنة نعم هذا حديث صحيح كانت بئر ليهودي وكانت عذبة وكان أهل المدينة يشربون منها فيضيقهم يضايقهم هذا اليهودي اشتراها عثمان رضي الله عنه بخالص ماله وأوقفها للمسلمين نعم بارك الله فيكم تسأل أخيرا يا شيخ عن صدقة السر ولماذا سميت بهذا الاسم صدقة السر يعني الخفاء التي يخفيها الإنسان هذه أفضل من صدقة العلانية إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خير لكم نعم فضيلة الشيخ تقول لأخ معاق ذهنيا ولم يعتمر ولم يحج بلغ الثالثة والعشرين هل نحج عنه أو نذهب به معنا للعمرة إذا كان ليس عنده فكر مختل العقل فليس عليه حج أما إذا كان صحيح الفكر والعقل ولكن لا يقدر على الحج بدنيا بمانع يمنعه من الحج في بدنه فإنه يحج به يخمل ويحج به ويفعل عنه ما أو يناب عنه ما عجز عنه من المناسك في أدائه نعم تقول يعطونني بعض الأقارب من المساعدات والزكوات له يا شيخ وأحفظها وأحتاج بعض الأيام وأخذ منها وأردها في محفظته نعم يجب عليك الإنفاق عليه منها وحفظ الباقي له وإذا أخذت من باب الاقتراض منها لحاجة فلا بأس بذلك على أن ترديه نعم ما معنى يا شيخ تقول ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ذكر الله خاليا يعني ما عندها حد من الناس ففاضت عيناه من خشية الله عز وجل لأن هذا يدل على إخلاصه نعم تقول الأخت السائلة أم عادلة شيخ أرجو من سماحة الشيخنا أن يشرح لي سورة الفيل وعن العبرة فيها نعم الفيل هو الفيل هو الذي جاءت به جاءت به جاء به أبره الحبشي ملك الحبشة ليهدم الكعبة جاء به فيل عظيم ليهدم الكعبة فلما قرب من الكعبة جث الفيل على الأرض وصار لا يتحرك فإذا أقاموه ووجهوه إلى غير الكعبة هرول وإذا وجهوه إلى الكعبة برك فحبسه الله عز وجل عن الكعبة وحماها منه هذا حادث الفيل وهو العام الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم بارك الله فيكم في الحديث شيخ كفى بالمرء أن يحدث بكل ما سمع نعم الإنسان لا يحدث بكل ما سمع لأنه قد يسمع كذبا وقد يسمع غيبة أو نميمة فعليه أن لا يحدث إلا بما فيه مصلحة وهو صدق أيضا نعم الأختم عبد الله الحقيقة أرسلت لنا برسالة طويلة اختصرنا هذه الرسالة كي نتمكن من عرض أسئلة الإخوة والأخوات المختصرة تقول بأن لدى والدتي عمارة وقد ماتت والدتي وهي مكونة من عشر شقق وكانت والدتي لا تخرج عنها الزكاة نظرا لجهلها والدتها عندها عمارة يا شيخ وكانت تؤجر هذه العمارة من عشر شقق وكانت لا تخرج الزكاة زكاة هذه العمارة والشقق تقول نحن الآن بناتها هل نخرج عنها الزكاة زكاة في أجرتها يعني نعم العمارة ما فيها زكاة لكن في أجرتها إذا حال عليها الحول من حين العقد عقد الإيجار تجب فيها الزكاة وإن أنفقها قبل أن يحول عليها الحول فليس فيها شيء نعم تقديم موعد الزكاة لسنة أو سنتين أو ثلاث خوفا من النسيان وذلك لسفرنا لا بأس بذلك يجوز تعجيل الزكاة لسنتين فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تعجل زكاة عمه العباس رضي الله عنه لسنتين نعم حديث شيخ من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها والمثال في ذلك ما شرح الحديث هذا لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة لأنه وفد عليه ناس فقراء يطلبون الصدقة والنبي صلى الله عليه وسلم خطب وحث الناس على الصدقة فجاء رجل بصرة كادت يده أن تعجز عنها فوضعها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صرة دراهم وضعها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال من من سن في الإسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها يعني تتابع الناس لما رأوه تتابع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة يعني اقتدى بمثل هذا فمن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عامل بها نعم شكر الله لكم سماحة الشيخ صالح الفوزان على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج فتاوى شكرا لفريق العمل من الإدارة الدينية عبد الرحمن المدرع كما أشكر الزملاء في الإعداد والإخراج وأشكر إخواني من المصورين في هذا اللقاء وأنقل لكم تحيات زميلي سلطان الاعتيبي الذي يخرج هذه الحلقة المباركة أما أنا فأقول دائما وأبدا استمروا في طاعة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته